حقيقة الذي حدث كان حدث أليم طبعا وكان حدث مؤسف لم نكن ننتظره ولكنه دائما بمشيئة الله عز وجل مع العلم أننا قد عدلنا جميع الأمور التي يجب أن تكون يعني في خدمة هذه العملية المباركة الطيبة التي نقوم بها كل سنة هذه السنة كانت من أكثر السنوات تنظيما واستعدادا وتخطيطا ولكن قدر الله ما شاء فعل هذا الذي حدث حدث خارج الباب الدخول إلى مكان التوزيع الذي هو يعني مكان كبير كما ترون وأنا كنت أتواجد في مكان التوزيع ولكن لم أكن أتواجد في المكان المدخل المدخل كان فيه رجال الدرك وكان فيه القوات المساعدة مع بعض المنظمين كانوا في الجانبات دي المدخل يعني ناس ليتدخلوا فقيل إن هناك إغماءات إغماءات فأنا أوقفت العملية حتى نشوف ماذا حدث فقيل لي لأنه لم أرى شيئا قيل لي أن هناك سقوط هناك من يقول سقوط إغماءات ومن يقول موتى ولكن لم تتحقق عملية الموت إلا بعد فترة واجزة بعد دخول سيارة الإسعاف وأخذ المصابين وخرجهم من بني الأزدحان الحقيقة هذا شيء نحن كنت أسف ليه بزاف أنا كنت أسف ليه بزاف رغم أن النية ديالي والقصد ديالي ما شي هو هذا النية ديالي والقصد ديالي هو أنني نفرح الناس وأنني ندخل صرور على الناس وأنني نعاون الناس وأنني نحزنهم وأنني نسبب ليهم بشي حاجة اللي تضطرهم ولكن للأسف هما ما تنضموش أو بشكل تدافع ديالهم يعني بوسط التدافع ديالهم وصلوا إلى هذه الحالة اللي أنا كنت ما كانت منهاش إطلاقا وللأسف هذه سنوات أنا كان خدموما عمر شي حاجة وقعته نهائيا كنا كان جو سيارة إسعاف كتبقى واقفة يعني جوج ولا ثلاثة ولا ثربعة تبقى واقفين من صباح تلاشية ما كانت من المستحيل إنسان أنه يقوم بعملية بهذا الكيمية وبهذا الدخم أنه لا يستطيع أنه لا يقوم بها بدون الترخيص هذا أمر يعني مستحيل حتى في الكلام ما يتقبلش أنا لابد من إخبار السلطة أولا ثم لابد أولا من شيء يثبت بإخبارها أنك أخبرت السلطة أنها وشرها ماشي سهل وهذه حماية ثم لابد أنا ولو أنني عندي أنا هذي خمس سنين هذي تسمى ترخيص دائم لأنه مشي أول سنة أنا عندي سنوات قبل من هذي خدمنا معناه هذا أنه ما عنديش الحمد والترخيص الكبير هو أن القوات المساعدة والدرك الملكي متواجدة وليباريار وهذا شيء هذا الأمر راكل لاجه من عند الناس المسؤولين ومن عند الناس لأن هذه الأمور هذي لابد تكون بهذا الشكل هذا وبهذا الشكل هذا لا يمكن أن تكون إلا بالترخيص فقضية الترخيص الحمد لله عندي إخبار بأنني أخبرت السلطة وأنها كانت موافقة وهذه الأمور كلها وعدنا الجمعية ديننا قانونية ولله الحمد وجدنا المنظمين وجدنا جميع الأمور ولله الحمد وهذه ما نحن في أسبح نحن في المغرب وحد المرض يعني كي يطيح شي حاجة كي يبدو الناس الله يغفر لهم نحن كان نقول للأسف الله يغفر لهم هذا الأمور هذا لما يخصتش رأس العلم الناس يقولوا شي حاجة صادقين الإعلام يخص يكون شوية صادق إلا بيقبل إلا بتكون عندهم المصداق يخص يكون صادق فالناس اللي كي كذبو دهبو يقولوا الكذب كيفاش غدي يتقوا فيهم الناس الأخرين اللي غاي بقوا يسمعوا لهم ولا غاي بقوا يتسنتوا لهم ولا يشوفوا خبارهم يعني الإنسان لبين نقول شي حاجة نقول شي حاجة صحيحة ما كلا اعتقال لأولو لأنني هنا أنا فعل خير وأنا تحطي غطاء قانوني والحمد لله ما عندي تشي إشكالية وما كحسش بالتقصير وهذه الأمور من قولة صوتا وصورة وموثقها ولله الحمد وما عنديش وأنا دائما يعني كالناس معروف عن الخاص العام أنني أتلذد بالإنفاقي ولو أنني أنا لا أملك شيئا يعني أتلذد بالإنفاقي وبمساعدة الناس منذ زمان طويل أنا معروف لدي الخاص العام أزيز لي الفقراء أزيز لي الضعفاء أزيز لي البلاد أزيز لي الطلباء أزيز لي الناس المحتاجين ونتعاون معهم وهذا شيئا معروف عن كثير من الناس وربما تأخذوا شهادة دي الناس ماشي غير هنا في أي منطقة الناس يتعرفون الشخصين غير يقول لكم هذا الكلام أنا عندي نسبة كبيرة دي اللقين أن الأمر وقع بالتدافع يعني التدافع دي الناس اللي طاحوا على بضياتهم وكذا وهذا شيء يمكن ولكن كيبقى العلم عند الله إذا كانت هذه الأخبار أنا لا علم لي بمسألة الغازات وكبرية ربما الناس كانوا متواجدين تما يقضون يتبتوا هذه المسألة أو ينفيها والله تعالى أعلم نحن ننشو لدول الخليج تبارك الله كملنا الناس الطيبين في المغرب ننشو لدول الخليج نحن ننشو كملنا المحسنين دينا في هذه البلاد هذه البلاد قتعنا منها الرجل صافي ما فيها ناس ما فيها رجال ما فيها ناس يخافوا على هذه البلاد ويحبوها يعني كل شي الناس طافي ولينا ننشو نخرجون نجيبوا الإحسان من دول أخرى وتبارك الله هاد شي غادي يغيب على السلطة على السلطة تبارك الله سد عينها باش الحديدية يخرجوا يجيب من خارج المغرب هذا كلام فارغ خاوي مية في المية والدنب دياله ولا هادوك الناس نسألوا الله العفو والعافية ويجيبوا أن يعرفوا أن الله عز وجل سيحاسب وهم سيكتبوا ذلك في سجل صحائفهم ما يلفظوا من قولين إلا لديه رقيب عتيد وإحنا الحمد لله كان نعتزوا بالسلطة ديالنا وكان نعتزوا بالأمن ديالنا وكان نعتزوا بالناس المسؤولين ديالة البلاد والله ما تخفى عليهم خافية في طرف الناس كنوا هانين أن الأمر ره بيد السلطة والسلطة الحمد لله لا بد أن تقوم بمقامها وستعرفوا الصغيرة والكبيرة وكون كنتي الريحة ديالشي حاجة كل برحة لاني تعتقلت كما يدعون الناس خيرين كي يصلوا معي في المسجد ويتقيقون فيه ولله الحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته